في حاجة مهمة جدا 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 أنا يمكن اتكلمت باسم لعبت النادي الاهلي وقلت أنا عايز الجماهير دي تفضل معايا جماهير النادي الاهلي هي السبب اللي احنا فيه السبب اللي احنا فيه من شهرة واضواء ومال وكل حاجة بصراحة هي اللي ليها كل الشكر والاحترام والمحبة والموادة على مش انتمقها بس النادي الاهلي على انها بتدعم النادي الاهلي طول السنين مش بتدعم خلي بال حضراتكم هو جمهور النادي الاهلي ما بيشجعش العيد ما بيشجعش فرد ما بيشجعش نجم انما بيشجع فريق جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي مش عايز حاجة هو جمهور النادي عايز ايه يعني انت اللي بتفرحه وانت اللي بتزعله احنا كلعيبة بنفرحه ونزعله بس المفروض انت كلعيب تحس بالجمهور حصل قبل كده مننا تأثير ايام زي ما حصل بس بنحس بالجمهور من غير ما يتكلم وهو بيبقى حاسس ان انت حاسس به انا بتكلم دلوقتي اخواتي وولادي اللعيبة مش بطولة ضاعت هنهد المعبد زي ما بيقولوا لا مش جمهور النادي الاهلي ده ولكن جمهور النادي الاهلي مستني رد فعلك في الصعاب وقواف معاك ومستني رد فعلك فين حاجة واحدة بس تفرقنا عن جميع الفرق ما احترامي لجميع الفرق الروح وشخصية النادي الاهلي روح الفانيلا الحمرة وشخصية اي واحد يلبس الفانيلا دي لا غير ما كانش موجودة الفترة اللي فاكت عشان كده الجمهور زعلان الجمهور ماتش اسموحة زعل بس اسنع عليك وقال ان احنا العيدنا ماتش كويس وضيعنا جوال كتير من الماتشات الحلوة اللي تلعبت وانت طلع خسران شجعك الماتش اللي بعديه شجعك ماتش الجولة لو تفتكروا عملنا ماتش الشوت الاولاني ما كانش يعني شوت متواضع الشوت التاني وصدنا الجول خمس ست سبع مرات بس ما قدرناش نجيب جول ولكن احنا عايزين نروح ترجع حتة عدم الثقة اللي احيانا بتبان على بعض اللعيب لأ انت لعيب كبير انت لعيب كويس يعني انا عايز اعرف حاجة بس السنة اللي فاتت دي او السنة ونص اللي فاتت دي اسأل نفسك انت كلعيب مش انا نفس اللعيب اللي جبت البطولات دي كلها مش انا نفس اللعيب اللي جبت خمس بطولات واثنين برونزيت كاس عالم ايه اللي حصل مفيش حاجة تهدك ما تتأثرش بحاجة من برة عايزة توقعك انت زي ما انت انت زي ما انت لعيب النادي الاهلي يكفيك فخرا انك لابس الفانيلا دي ما تخليش حد يقول عليك ان الفانيلا دي تقيل عليك تقيل على اي واحد منكم لا طالما انت جوه النادي الاهلي قادر انك ترد على اللي بيقولك كلام ده وحصلت لنا كتير على مدار السنوات اللي فاتت كلها على مدار اجيال كتير بس احنا بنحس احنا كلعيبة بنحس لازم نحس لازم نحس لازم نحس في جماهيرنا العظيمة دي لازم الفترة اللي جاية بالنسبة للفنيات انا يعني ما بحبش تكلم في الفنيات كتير ليه لان في فترة من الفترات انا حاسس باللعيبة دي مش هنقعد نقول مبررات ونقول اجهاد بس في فترة من فترات مش هقدر اتكلم فيها على فنيات بس في ناس مش مجهدة في ناس لما بحتاجها مفروض الاقيها حتى وانت مجهد اديني روحك حتى وانت مجهد اديني روحك العب بروح حسسني انك انت ميت عشان خاطر الفنيلة دي حسسني انك عايز تموت نفسك عشان خاطر النادي الاهلي حسسني انك عايز تموت نفسك وتسبت نفسك عشان خاطر جمهورك العظيم ده جمهورك مقدر جمهورك دس عليك شوية عشان زعلان منك لكن الجمهور اللي انت شايف انه هو بهد لا ده مش جمهور النادي الاهلي ده بقى لجانء الاكترونية ناس من برا ناس عايزة من نادي تاني ولا من قندية تانية عايزة توقعك انما جمهور النادي الاهلي الحقيقي اللي احنا تعودنا منه على الدعم والمساندة في الشدة قبل الفرح هو ده جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي عارف واجباته كويس قوي لما أنا كمان كلعيب لازم أعرف وجبتي كويس قوي أنا بلعب فأعظم نادي في أفريقيا أعظم نادي في الشرق الأوسط نادي ده وجماهيره العظيمة مستنية المردود بتاعي لما يكون فيه وقت شدة لا لازم تظهر شخصيتي هنا لازم تظهر شخصيتي هي الكارسة في إيه الكارسة لو أنت مش حاسس أنك مأثر لو أنت مش حاسس أنك مأثر فيه تأثير إحنا كلنا معترفين به فيه إجهاد لبعض اللعيبة فيه إجهاد لبعض اللعيبة فيه حاجات بقدرش أطلوها من كل فترة دي فيه حاجات أحيانا ما درش أطلوها فنيا الفترة دي والجماهير كلها عارفة ولكن زي ما بقول بقول لكم اديني روح بس روح الفانيلا الحامرة قادرة أنها تصنع الفارق وشوفناها في قوات كتير قوي 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 على مدار الأجيال فترة اللي جاية بإذن الله فترة حاسمة جدا 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 في حسم المنافسة على الدوري السناتي فترة اللي جاية ثلاث ماتشات اللي جايين يعني بالنسبة كبيرة جدا هيحددولك الشكل العام للمنافسة ملاكش تدعو بالخص أبص أبص الأول لنفسي أنا في الملعب عندنا ثلاث ماتشات لازم بإذن الله بإذن الله نعديهم بمكسب وأنا واثق من دي أنا واثق المكسب حيجيب مكسب حيجيب مكسب حيرجعلك روحك المعنوية حتشوف حاجة كبيرة قوي 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 من جماهيرك حواليك بس صالح ابتدي بنفسك كلعيب النادي الأهلي ابتدي أنت بنفسك لازم ترد لازم توجه رسالة لازم ترد على حاجات كتير جدا برا الملعب بتحصل فينا أنت ترد جوه الملعب هتسكت كل الألسنة هتخرسهم كلها اللي بيتطولوا عن نادي الأهلي وعلى رموز النادي الأهلي الفترة الأخيرة والمجموعة دي هنقول لهم حاجة واحدة بس موتوا بغزقهم مش النادي الأهلي اللي انتوا هتوقعوه ماتش النهاردة ماتش صعب ماتش النهاردة مستهل خلاص انت في مرحلة مهمة جدا جدا في طريب منافسة الفريق على الدوري دمك النهاردة فرقة الجونة معاها مدير فني محنك مخضرم كابتن طلعت يوسف هو كابتن طلعت منظم جدا في الملعب صاحب اسلوب معين تكتيكيا تزام تكتيكيا على أعلى مستوى ده مش جديد على كابتن طلعت وعارفينه كويس قوي لكن اللي عيبت الآن دي الأهلي عليها إيه الفترة اللي فاتت كان فيه دروس كتير جدا جدا لازم نستوعب الدروس دي مش درس واحد لازم نستوعب الدروس دي ونتعلم من أخطأنا وإن شاء الله نبقى جاهزين لماتش النهاردة والماتشات اللي جاية مش هنقول غيابات الغيابات بتزيد من ماتش الماتش مش هنقول غيابات لأن احنا لعبة النادي الأهلي النادي الأهلي يبقى كله زي بعض اللي